السخرية من السياسيين والوزراء والنواب والرؤساء أمر عادي تعتمده بعض البرامج التلفزيونية تستخدمه لانتقاد أوضاع سياسية واجتماعية وأيضا للفت الرأي العام إلى قضايا معينة مسلسل ستوديو 22 الذي تنتجه شركة MBC السعودية برنامج يطرح أمورا بأسلوب ساخر دعونا مشاهدين نأخذكم إلى ما حققه المسلسل من نسبة مشاهدات حيث حقق نسبة مشاهدات عالية بتقليده شخصيات عربية وعالمية خاصة بعد حلقة ساخرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن المسلسل يعرض على قناة MBC خلال شهر رمضان في إحدى حلقاته قام الموثل خالد الفراش بتقليد أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله فقلد طريقة كلامه ولباسه وحركات يديه وطريقته في إلقاء الخطابات دعونا نتابع لبنان سيبقى حغا أبيا مستقلا ضد الإغهاب والمجغنين في البر وفي البعر وفي الجو وفي أي مكان لماذا؟ لأننا مستقلون واللي بده يقول إيران بطعم إيران لم تأمغنا بأمر إيران لم تأمغنا بأمر نحن نرغس نحن نقرر نحن ساعات نستجد بآغائهم وأثار الفراج في المقطع الساخر قضية علاقات حزب الله مع إيران وقضية سلاحي الحزب في لبنان إذ بدى حامل المسدسا وهو يلقي بخطابه نحن لا نتدخل في شؤون أحد نحن مع الديمقراضية مع الانتفاضات المباركة نحن مع التوقات في الوطن الغربي من شرقه إلى غربه ولكن إن أتت انتفاضة شيطانية من سوريا فهي مفهوضة سوريا أين؟ لكن جنبنا وإن استدعت الحاجة سوف أذهب أنا ومن معي ونقاتل في سوغية موضوع التقليد الأمين العام لحزب الله أثار غضب قطاع من اللبنانيين على مواقع التواصل جاءت تغريداتهم كالتالي مثلا هنا أبو هادي يقول المفترض أنه مشهد كوميدي ولكن لا الممثل يشبه سمحته ولا اللهجة وطريقة الكلام ذاتها ولا كلمات النص فيها من الفكاهة شيء فاشل وممل ومعرف هنا مثلا لميس عزام ما أدفهك وأدفه الفيديو جد مش مضحك وبعيد كثير عن الساتير مبسوط على حالك نص اللايكات من صهاينة وكصفحتك تذلل خلص رديوا عنك هيك يلا الفيديو اللي بعده لخامنائي أما فاطمة صالح تقول السيد حسن نصر الله رجل شريف وصادق مقاوم صبور على الأذى هو مع الحق لذلك أصحابه قلة على فكرة آخر همنا رأيكم وإعلامكم الكاذب نحن عم نشتغل مع الله مش آشعين كلكن على بعضكم أما ألانسيا تكتب الفنان خالد الفراج فلتت زمانة في التمثيل والتقليد يجب التركيز عليه ودعمه إعلاميا وثقافيا وفنيا فهو إقونة فنية نادرة وخامة إعلامية فريدة من نوعها وفقه الله أما أمير رضوان بعد هزائم السعودية في اليمن والعراق ولبنان والدعس على مشروعها التكفيري في سوريا يظن أنه بفيديو من هنا أو هناك يعوضون قليلا عن معنوياتهم المنهارة الممثل خالد فراج كان قد قلد السيد حسن نصر الله عام 2016 في برنامج آخر هو واي فاي كان يبث أيضا على فضائية لم تكن تمضي ساعات على بث الحلقة حينها حتى اشتعلت الساحة اللبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أن حذفت القناة الحلقة من مواقعها شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها